السلام عليكم ورحمة الله وطلاب سنحكش اليوم بخصوص موضوع القبولات بالنسبة للخريجي الدراسة المهنية بكليات الاهلية وكذلك الجامعات الحكومية الصباحية الصباحية أكيد للأوائل والمسائية للي هم ممن الأوائل والمعاهد كذلك المعاهد الصباحية والمسائية والتقديم والقبول المباشر طبعاً أنا نشر هنا الدليل الكليات الاهلية نشره بالقناة وكذلك الحكومية مساء صباحي ومعاهد أيضاً كلهم نشرهم بالقناة لكن أكو بعض الطلاب ما فهموا وشنون اللي يقبلهم وأكو البعض ما شايفيهم أصلاً زين ملاحظة قبل لا نبدي هاي القبولات هي محتمدة وصحيحة هذا الدليل ينزل من وزارة التعليم العالي زين لكن أكو سؤال بباركم هل ممكن أنه تضغير هاي القبولات ممكن تزيد أو تنقص لا تزيد ممكن أنه تزيد زين ملاحظة ثانية أكو بعض الأقسام هنا يعني مثلاً هاي هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بالدليل يشكات بحياة تطبيق علمي وما دارج لك فروع يعني مثلاً فرع أحد أقسام الفرع الصناعي أو أقسام فرع الحاسوب وتقنية المعلومات هو بالأصل يقبل حاسوب وتقنية المعلومات ويقبل يعني أقسام من الفرع الصناعي يقبلها كذلك هندسة من المعلومات زين يقبل المهني لكن بالدليل ما دارجين المهنة هنا في يعني إنتا شلون تتأكد أنه هذا القسمي قبلك بالكليات الأهلية سوف سيرتش على الكليات اللي موجودة بمحافظتك تشوف الكليات اللي بيها هذا الاختصاص وتتواصل وياهم دايركت كل كلية اللي يعتهم إيميل أو رقم يخلون أو أي شيء للتواصل وياهم تتواصل وياهم وتسأل وتتأكد بنفسك أو تروح للكليات وتتأكد بنفسك ماشي يعني هاي انتبه عليه الملاحظة يعني مثلاً هاي الاختصاصات هي تقبل المهني ماشي لكن بالدليل ما دارجين المهنة هنا ضمن القبولات فانت دائماً القسم اللي تحس مقارب لاختصاصك ما موجود هنا وكي شراح تسوي تسوي سيرتش عليه زين بالنسبة للمعدلات الكليات الأهلية تبدو من 55 القبول لك التسجيل لكن القبول يبدو من المعدلات الأعلى للأدنى بنسبة معينة حسب حاجة الكلية وحسب المقاعد الشغرة طبعاً أكيداً ما راح أقراركم هاي الأقسام كلها راح أوضح لك شلو الاختصاص الهندسي أو الاختصاص المناظر لقسمك وقسمك اللي قبله زين هذا الجانب هي الكليات أو الاختصاصات الأقسام الكليات الأهلية يعني الاختصاصات اللي تقبل قسمك ماشي زين ومن هنا هاي الفروع يعني هنا نشوف شينو قسمك انت مثلا نقول تجمع سيانت الحاسوب تقبلك هندس الحاسوب شبكات الحاسوب تقبلك هندس الحاسوب أوكي هنا كذلك نفس الشي هندس تقنيات القدرة الكهربائية اشتقبل من المهنية قسم؟ تقبل هاي الأقسام تقنيات الحاسوب اشتقبل من المهني؟ هذه الأقسام تقبلك بالنسبة للأهلي ه في كها الكنء هذا دليل الكليات والجماعات الأهلية لا يوجد طلاب لا تعتبر وضح هندس التقنيات الأجهزة الطبية يقبل من المهنية ورسلون طلاب طلاب البريق تقبل سيانت الحاسوب كيف أ réseه이에corق أن تقبلني أجهزة طبية أو غير مثلا مثلا هذا بصف هاي هندس التقنيات الأجهزة الطبية هنا اللي قدامها الأقة التي تقبلها التقبل هنا الهنية اكترونيك وسيطرة واجهزة طبية وقسم اتصالات وكهرباء من الصناعي ماشي هدست تقنيات التبريد والتكييف تقبل هاي الاقسام كذلك هنا بقيت الاقسام هذا الاختصاص الهندسي وهاي الاقسام اللي يقبلها من المهني دائما اللي على الجهة اليمين هو الاختصاصات اللي بالكلية واللي امامها الفروع او الاختصاصات اللي يقبلها مالك شدت هنا بالاحياء والتطبيق والعلمي عليك بالمهني عليك بقسمك تشوف قسمك موجود معناها يقبلك هنا كذلك هنا عندك ادارة الاعمال تقبل تجارة يعني كل الاقسام ادارة ومحاسبة وكذلك تقبل فرع الادارة الالكترونية من فرع الحاسوب وتقنية المعلومات هنا عندك علوم موالية ومصرفية مثلا تقبل التجارة الاختصاص المناظر فقط علوم محاسوة ومصرفية تقبل المحاسبة واقتصاديات النفط والغاز كذلك هذا القسم شنو يقبل من المهني والنانا يقبل تجارة عام شنو تجارة عام يعني كل الاقسام ال JES من الادارة والمحاسبة عندك الاعلام شنو يقبل من المهني يقبل فقط تكي Florida الاعلام الصحافة شن يقبل من المهني ما يقبل اداب اللغة الانجليزية شن يقبل من المهني ماكو ايشي للمهني الترجمة ايشي للمهني ماكو اللغة العربية ماكو ايشي للمهني التاريخ الجغرافية العلم النفس اعدادية فرع الفنون طبعا انتبه اعدادية فرع الفنون يختلف عن فرع الفنون اللي بالمهني بالاكاديمي كذلك عندهم فرع الفنون يختلف عن الاكاديمي لكن ممكن تتأكد من الكلية نفسها عبر التواصل وياهم وتشوف اذا يقبلك او لا يعني كطلاب فلون تطبيقية ادارة تربوية ماكو اي شي للمهني مسرح يقبل هاي الاقسام للمهني تربية بدنية وعلوم رياضة طبعا انتبه هنا شكات بين تجارة زراعة حاسوب وتقنية تجارة يعني ادارة محاسبة زراعة هو قسم واحد الحاسوب وتقنية المعلومات يعني شنو يعني تجميع صيانة الحاسوب وشبكات الحاسوب واجهزة الهاتف والادارة الالكترونية يعني كل اقسام الفرع فنون تطبيقية كاتب فقط يعني ما كاتب لك تربية سرية او فن دي كور فقط فنون تطبيقية يعني شنو يعني كل الاقسام مقبولة ما للفنون زين مراكز تدريب المهني ما انشوض بياذا اعتبرك ما احد الدراسة الاسلامية اكو شي للمهني اا ما اكو شي للمهني هنا التربية الفنية يقبل فنون تطبيقية عام يعني شنو يعني تربية سرية وفن دي كور صناعة زاء الصناعة يعني شنو الصناعية كل اقسام الصناعة 37 قسم زراعة تجارة كل اقسام التجارة كل اقسام الحاسوبة تقنية المعلومات المحد ما لك شغل به عدادية فرع الفنون هاي كاب على الاكاديمي المولي المهني تختلف عن الفنون التطبيقية زين تصميم التصميم الداخلي قبل هاي الاقسام كذلك هاي البقية انت بعد تفتح الدليل وتشوف هنا هاي الكليات او الاختصاصات اللي بالكلية الموجودة بالكليات الاهلية واللي قدامها هو اختصاصك المهني زين بالنسبة للجامعة التكنولوجية عوفوا التعليمات الجامعة التكنولوجية طبعا فقط اختصاصات هندسية يعني تقبل فقط فرع الصناعي وفرع الحاسوبة تقنية المعلومات عندك هنا القسم اللي موجود بالجامعة وهذا اللي امامه هي الاقسام المهنية هذا القسم اللي بالجامعة اوكي وهذا القسم المهني قسمك المهني من نانا عليه صار زين هذا اللي كلهم طبعا ملاحظة مثلا عندك هنانا هندسة الاتصالات تقبل هاي الاختصاصات اتصالات شبكار حاسوب واتسيزة حاسوب تكنولوجيا الاعلام كذلك تقبل تجميع عصيانات الحاسوب لكن بشرط انه اذا هاي الاختصاصات كانت اعدادهم قليلة وبقت مقاعد شاغرة اوكي او صار انسحاب بالاصلاء والاحتياط فراح ياخذون من تجميع عصيانات الحاسوب يقبلون الطلاب و هكذا طبعا بالنسبة لاقسام الجانرية التكنولوجية هي عبارة عن فروع اوكي مو اختصاص واحد عبارة عن فروع تخصصات يعني مثلا عندك هنا الكهروميكانيك الكهروميكانيك انضمن كم فرع انضمن فرع عند استطاقة والطاقات المتجددة فرع مؤدات النفط والغاز فرع الطهرات المسيرة فرع الملاحة والتوجيه فرع النظم بعد زين زين يقبلا كل هاي الاختصاصات تقبل هاي الاقسام هاي الاقسام المهنية تنقبل بكل فروع الكهروميكانيك زين مثلا هنا عندك هندسة السيطرة والنظم هندسة السيطرة والنظم تقبل هاي الاقسام المهنية لكن شنو تقبلها فرع واحد من هندسة السيطرة والنظم اللي هي فرع الحاسبات بها مثلا هندسة السيطرة والنظم هندسة النظم الطبية ما تقبل المهني انت مني تراجع راح تفتهم اكثر بالنسبة للجامعة التكنولوجية تقبل التسجيل من معدل 60 تقبل التسجيل يبدأ التسجيل من معدل 60 لكن القبول من الاعلى للأدنى يعني ياخذون المعدلات الاعلى بنسبة 10% و 5% احتياط اللي ما ادنى من الاعلى يكونوا معدلات ما ادنى التسجيل من 60 لكن القبول هو اكيد من اعلى معدل للأدنى معدل بنسبة 10% و 15% حسب الجامعة وحسب القسم جامعة تكنولوجية او اي جامعة حكومية مسائية تحتاج صبر بالتقديم يعني مثلا عندك تجيه هنا اي قسم اي اختصاص هندسة الكهرباء مثلا تقبل 10% نقول اخذوا اصلاة او اخذوا احتياط قبطت قبطت تسجيل عتهم زيان وانت تريد معدلك قليل وتريد السجل شلون شراح يسوي راح تصبر يحتاج لها صبر عندك الاصلاة والاحتياط داما نصير عتهم من السحابات لان هذا الطالب ما يسجل بقسم واحد تلقام سجل باكثر من قسم بالجامعة تلقام قدم باكثر من جامعة واكثر من محد يقرح هو حسب طموحها وحسب اللي رغبة فياكيد راح ينسحبون هواي طلاب من الاصلاة او من الاحتياط فراح تصعد ببدالهم المعدلات الادنة وتقدر تسجل يعني الشر راح يحتاج لها شوية صبر اذا كان معدلة قليل مو معدلة قليل اقل من ستين اقل من ستين اصلا ما تسجل زيان هنا نعدني قبول خريجي الدراسة المهنية في الجامعات الحكومية المسائية زيان طبعا هاي الحكومية المسائية اقصد بيها كل الجامعات الحكومية جامعة بغداد جامعة تكنولوجية جامعة ذيقار جامعة ديالة والاخره جامعة الموصل زيان شنه قبلا الاختصاصات اللي عدهم اوكي الهندسة الكهربائية موجودة بتقريبا كل الكليات الحكومية طبعا هنا جامعة الحكومية المسائية هاي الهندسة هاي الهندسة العلمية اقسام الهندسة العلمية العامة مو التقنية اوكي مثل ما قلت لك بغداد تكنولوجية ذيقار ديالة والموصل والاخره طبعا هنا هذا القسم الهندسة الميكانيكية عندنا هذا الشيء ما تنزل عندك من هنا هنا歌 القسم الهندسية والقسم اللي موجود بالجامعة وهنا هنا اختصاص المناظر من المهنة يعني انت من هنا مثلا تريد هندسة كهربائية تقول مثلا قسم كهربائي يقبلني هنا قسم فلاني هاي هندسة الكهرباء هاي قدامك وهنا هاي الاقسام اللي يقبل هتجي تشوف هنانا هل هاي الاقسام موجود بها قسمك اوكي وهكذا هنا مثلا هندسة المواد شنو تقبل من المهني تقبل تكنولوجيا السباكة تكنولوجيا صناعية خزف وزوجاج ولحام وتشكيل معادن اوكي وهنا كذلك عندك هندسة المواد قسم المواد البوليميرية البتروكيميائية قسم البوليميرات وصناعات البتروكيميائية شنو يقبل هندسة المواد طبعا ها بتجامعة تكنولوجيا وهذا فروحة هو الراحل اول عفوة متجامعة تكنولوجيا اعتقد بغداد فانت تشوف هاي الهندسة بها فروح هاي فروحة شنو تقبل من المهني تقبل هاي الاختصاصات صناعة بتروكيميائية تكل النفط معاجزة الغاز والغزل والنسيج عندك هندسة المواد فرع السيراميكو ومواد البناء تقبل صناعي خزف وزوجاج هندسة المواد قسم المعادن طبعا هاي فروح كل هندسة بها فروح تقبل هاي الاختصاصات هندسة المواد عام تقبل هاي الاختصاصات اوكي طبعا كل جامعة بها قسم هندسي يتقسم الى فروح واكو فقط يعني يكون اختصاص واحد اوكي اكو جامعات بها اختصاص واحد ما بها فروح فانت تراجع الجامعة وتسأل هندسة الكهروميكانيك بقسم الهندسة الكهروميكانيكية يقبل صناعي ميكانيك صناعي كهربار اعتقد هذا جامعة بغداد او جامعة مغداد ما بها كهروميكانيك المهم لكن هي اكثر اوسع هندسة العمليات النفطية تقبل هاي الاقسام زين فانت من هنا تشوف هاي الهندسة هاي الاقسام الهندسية اللي بالكليات وهذا الفرع المهني هاي الفرع المهني اللي تنقبل كل قسم اوكي يعني مثلا عندك علوم قسم البيه شنو تقبل فقط زراعي علوم الحاسوبة تكنولوجيا المعلومات شنو تقبل من المهني تقبل هاي الفرع اوها الاقسام زين واضحة ما بها الشي هنا هنا قبولات خريجي الدراسة المهنية في الجامعات الحكومية التقنية يعني هاي الجامعات التقنية مو تقبل اوائل كذلك بها دراسة مسائية نفسها بها دراسة مسائية يصير قصتها اقل من الحكومية العامة يعني الهندسة العامة يعني مثلا الهندسة الكهرباء القصط مالتها مليونينة وربع بالتقنية مليونين فقط مليونين واضح واضح زين هنا أنا كذلك هنا هاي التقصص الهندسية والاقسام الهندسية اللي موجودة عندك واللي امامها هو اختصاص الاختصاصات المهنية والاقسام المهنية اللي يقبلها يعني مثلا عندك تقنيات الكترونيك والسيطرة عشي يقبل من المهني يقبل هاي الاقسام تجميع صناعة الحاسوب شبكات اجهزة طبية تكنولوجيا اعلام سيانة مصاعد سيانات منظومات الليزر اتصالات الالكترونيكو سيطرة قوة صناعية كهرباء قوة طبعا هاي معهد وكذلك اسم الكهرباء التقنية الهندسية مثلا هنا عندك هندسة تقنيات الليزر والالكترونيات البصري هاي ما ساي شوني يقبل من الفرع المهني يقبل يقبل الصناعة اكيد الهندسة هي للصناعة والحاسوب شوني يقبل من الصناعة والحاسوب يقبل اجهزة طبية يقبل منظومات الليزر يقبل اتصالات الالكترونيكو سيطرة والكهرباء كذلك تجميع صناعة الحاسوب ما هدارجينهما لكن يقبل تجميع صناعة الحاسوب هندسة تقنيات ميكانيكي القدرة شوني يقبل من المهني يقبل هاي الاقسام والاخره انتبعت تقراهنا وافتهمت زين هاي المعاهد هاي التخصصات اللي موجودة بالمعاهد اللي هي على اليمين واللي امامها هي الاقسام المهنية اللي يقبلها انت تشوف هنا شون القسم اللي تريده بالمحهد وتشوف قسمك هل هو مقبول او لا هنا قسمك هنا هاي المعاهد الصباحية اللي معدلك اهلك للصباحية يعني مثلا اكو طلاب اه كبار بالعمر خارجي فيروح محهد مسائي زين هاي بالنسبة للطلاب الاوائل طبعا بداية شوف هنا هانا شون راح يصير التقسيم عندك القسم البناء ليش كاتبة مارتين انه يوضح لقسم البناء يقبلها قسميا فقط مقبوله قسميا بالكلية التقنية الهندسية يقبلها قسميا فقط شنو هذن هذن القسمين تقنيات بناشات تقنيات المساحة اه مثلا قسم الكهرباء واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اتقل ثلاثة ستة سبعة ليش سبع مرات مكررة يعني جاي يقول لك انه مقبول بسبع اقسام هندسية شنو هاي الاقسام الهندسية اللي تقبل الكهرباء تقنيات قدرة كهربائية ساعت اليزر اليزر الي الاستخدام الكهرباء الكترونيك وسيطرة كم قسمي قبله بالنسبة للأوائل تقنيات الكترونيك وسيطرة اتصالات هندس كارباية سيطرة أتمتة والليزر الاتصالات شنو يقبلهم الأوائل هاي كله بالنسبة للأوائل كم قسمي قبله واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي هنا شنو هندس كارباية الكترونيك وسيطرة اتصالات سيطرة أتمتة والليزر الميكانيك شنو يقبلها هاي الأقسام اللي تقبلها وهكذا الاخرهي زين طبعا هاي الاقسام يعني مثلا انت هندسة تقنيات اجهزة طبية تريت انت دارس اجهزة طبية وتريت هندسة تقنيات اجهزة طبية بالنسبة الهندسة تقنيات الاجهزة طبية موجود فقط ببغداد فقط بالجامعة التقنية الوسطى زين يعني بمحافظتك ما موجود هذا الاقتصاص شن اللي بمحافظتك وقريب علي محافظتك يشمروك علي مثلا كهرباء سيطروا واتمته اكثركم بكهرباء يودوهم واضح ببغداد ياخذون المعدلات الاعلى بالنسبة 10 و 15% والبقية يوزعوهم على المحافظات طبعا كل الاخسام هيش النظام موالته حتى تجميع صيانات الحاسوب ياخذون المعدلات الاعلى هندسة تقنيات حاسوب والبقية يوزعوهم على غير اختصاصات وعلى غير محافظات بالنسبة للطلاب اللي كتبول انا معدلي هلقيت شنو عن قبل هل احسب من الاوائل او لا صراحتنا انا مو عندي جواب لهذا السؤال نوهة اكثر من مرة هاي معدلات العام الاوائل بدون درجة اضافة طبعا درجة الاضافة الناجحين من الدول الاول هي درجة واحدة تنظف عند القبول ماشي يعني عند التسجيل بالجامعة يضيفو لك اياها هاي معدلات الاوائل العام الماضي طبعا تتغير ممكن تتغير لان اول العام بالنسبة تجميع صيانات الحاسوب اخذه من معدل 80 العام اخذه من 84 فانت هنا شون تقيس نفسك من الاول او لا اذا شنت يعني انت 85 ماكو داعي تسعيل 85 وفوق التوائل الرسمي 84 اقل تبقى تنتظر افضل 84 هو اوائل كذلك واللي اقل اقل من 84 يعني 83 ثانثمانين بعد يبقى ينتظر قامت الاوائل ويشوف نفسه هو مقبول او لا يعني ماكو داعي تسألني انا معدل هالقد وين اروح بالنسبة الكليات الاهلية معدلاتها تبدو من 55 التسجيل القبول من الاعلى للادناء كذلك حال حال بقية الجامعات والمعاهد هذا كل ما في موضوع القبولات نعيد بالنسبة المعدلات وين تريد السجل الاهلية الاهلية تقبل من 55 وخمسين وخمسين كل كلية بكيف هي زين كل كلية ونظامها يبدو القبول من هالمعدلات عفو التسجيل لكن القبول يبدو من الاعلى اخذونا اكيد المعدلات الاعلى وبعدين للادناء اوكي بنسبة معينة 10 و 15 بالمية اخذون اعلى معدل الى ادنى معدل وهكذا كل هذا النظام ينطبق على كل الكليات والجامعات والمعاهد اتمنى يكون الشرح واضح وما يبقى عندكم بعد اي سؤال